يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم السابع والخمسين بعد المائة الثالثة حيث سقط نحو مائة واربعون ألف شهيد وجريح منذ السابع من أكتوبر الماضي هذا وتتزايد معاناته الأهالي مع مواصلة الاحتلال للقصف للمنازل القليل المتبقية في القطاع وخيام النازحين في اليوم السابع والخمسين بعد الثلاثمائة يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث سقط نحو مائة واربعين ألفاً ما بين شهيد وجريح منذ السابع من أكتوبر الماضي ولا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم فمعانات الأهالي تتزايد مع مواصلة الاحتلال للقصف للمنازل القليلة المتبقية في القطاع وخيام النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة استشهد شاب وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال خياماً للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى هذا ويواصل الاحتلال أيضاً قصفه المدفعية لمنازل وأراضي المواطنين في منطقة العمور شرق بلدة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وعلى الرغم من أن موسم الشتاء لم يدخل بعد إلا أن زخات خفيفة وسريعة من المطر فقمت معانات النازحين في الخيام فوق معاناتهم اليومية في بقدان معظم مستلزمات الحياة الطبيعية ووسائل العيش حيث إن أكثر من مليون وتسعمائة ألف مواطن نزحوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم وتوزعوا على عشرات آلاف الخيام على الشواطئ وفي مئات المدارس ومراكز الإيواء ومع استمرار التصعيد والعدوان بات العالم يرى كيف وقفت القاهرة موقفاً سليماً وحكيماً من اليوم الأول من الحرب حيث حذرت من خطورة التصعيد الإقليمي الذي قد يغر المنطقة إلى حرب كبرى كما دعت مصر إلى وقف الأدوان الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية وتفعيل حل الدولتين باعتباره الحل العادل والشامل الوحيد الذي يضمن السلام في المنطقة